بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين أخوار رجعنا لكم فيديو جديد وهذا الفيديو خاص بشرح مادة الجغرافية للصف والسلسل العدبي الفصل الأول دراسة تطبيقية لجغرافية العراق لجغرافية السكان في العراق وهنا الدرس السابع من هذه السلسلة الخاص بالدراسة التطبيقية طبعا هذه الدراسة مهمة جدا لأن كل فصل من فصول الجغرافية البشرية يضطوك هذا الفصل بشكل عام مثلا جغرافية السكان وراها دراسة على اليمن على دراسة عملية على العراق المدن أيضا الصناعة الزراعة فلذلك يجب لها بالوزارة ومهمة جدا نجي إلى السؤال الأول ماذا نلاحظ على خارطة توزيع السكان في العراق بشكل عام الجواب ينقسم إلى منطقة مأهولة ومنطقة تكاد تكون غير مأهولة يعني منطقة بيها عدد سكان هواي ومنطقة تكاد تكون غير مأهولة يعني فارغة وهذا جاي فراغ بالوزاري المنطقة المأهولة وين تتركز في منطقة السهل الرسوبي في وسط وجنوب العراق على امتداد نهري دجلة والفرات وروافدهم وفروحهم إلى شط العرب كذلك مناطق السهول الجبلية والوديان الفسيحة في كردستان هذا شنو المأهولة مناطق تكاد تكون غير مأهولة وهي منطقة الهضبة الغربية التي يسود فيها الجفاف ولا تصل إليها مياه نهري دجلة والفرات وفروحهما وتعد قليلة السكان فلا توجد فيها سوى مستقرات بشرية قليلة تعتبد على مياه الآبار مثل ناحية عين تمر في محافظة كربلاء وناحية الشبك في محافظة النجف بني مناطق شنو تكاد تكون غير مأهولة ولاحظنا أنه العامل الأول والمؤثر هو المورد المائي الموارد المائية لأنه الأولى كانت مع نهري دجلة والفرات والثانية بعيدة عن نهري دجلة والفرات فقط في مناطق التي توجد بها مياه الآبار والعيون زيان عدد أنماط توزيع السكان في العراق مع توزيعها جغرافيا أولا يعني شلون يتوزع السكان بالعراق يتوزع على عدة أنماط أربع أنماط رئيسية النمط الخطي ويقصد به توزيع السكان خطيا مع نهري دجلة والفرات وشط العرب وراوا في النهر دجلة وفروحها مثل بغداد والموصل والكوت والعمارة على دجلة أمم الرمادي ومحافظات الفرات الأوسط والناصية فتقع على نهر الفرات والبصرة على شط العرب يعني لاحظنا أنه التوزيع يعتمد علي من أو يتأثر بمن بتوزيع الموارد المائية اثنيا نمط التوزيع المنتشر الأول خطي يعني على شكل خطوط مع نهري دجلة والفرات الثاني المنتشر يظهر هذا النمط في المنطقة الجبلية بشكل واضح حيث تنتشر مستقرات البشرة بشكل واضح مع انتشار الآبار والعيون وهي مصادر المياه للسكان في المنطقة الجبلية في كردستان والمناطق الجبلية في محافظة نينوة هذا النمط منتشر معناها مو خطي منتشر مع وجود العيون ولكنه كثيف كثافة عالية لأن راحي لاحظ أنه النمط الثاني أيضا يعني شبه منتشر ولكن شنو أقل كثافة فلذلك هذا في شبال العراق الثاني أما الثالث فهو النمط المبعثر من أسمى منتشر ولكن شنو مبعثر متباعد ويظهر هذا النمط فوق الهضبة الغربية حيث تساعد الظروف الجيمورفولوجية على ظهور العيون أو تساعد على حفر الآبار فنلاحظ الأقضية والنواحي مبعثرة هنا وهناك على مساحة الهضبة الواسعة التي تبلغ 60% من مساحة البلاد يعني هذا النوع المبعثر اللي هو في المناطق اللي حتينا عنها قلنا تكاد تكون غير مأهولة أعداد قليلة من السكان تنتشر في مناطق واسعة تشكل 60% أكثر من نصف مساحة البلاد ولكن شنو عدد سكانها قليل فلذلك نسميه النمط المبعثر هنا أنا قرية هنا أنا ناحية هنا وبعد مسافة مئات الكيلوات يلا تلقمها جموعة أو قرية أخرى النمط الآخر اللي هو النمط المتجمع أو المتكتل ويسود عادة في مراكز المراكز الحضرية في المدن الكبرى يعني المكان أنت تزداد بيه الكثافة السكانية وهي مراكز المدن اللي إلها ظروفها وإلها أسبابها الخاصة رح ناخذها في جغرافية المدن العوامل المؤثرة في توزيع السكان شنو العوامل المؤثرة في توزيع السكان أولا التضاريس تتوزع أرض العراق ما بين السهل الرسوبي 24% الجبلية 6% المتموجة 15% الهضبة الغربية 65% يتركز غالبية السكان في منطقة السهل الرسوبي والجبلية والمنطقة المتموجة ويكاد ينعدم في الهضبة الغربية إذن لاحظنا أنه تأثير التضاريس أنه المنطقة السهلية والجبلية اللي شنو مشكلتها تتوفر بها جملة من السهول والوديان الفسيحة تتركز بها السكان بينما ينقل في المنطقة الهضبة الغربية لأنها منطقة هضبية صحراوية فيقل بها عدد السكان ما هو أثر التضاريس على توزيع السكان؟ يتركز غالبية السكان في منطقة السهل الرسوبي حيث بلغت اعداده 14 مليون حسب تعداد 97 وبذلك فهم مشكلون 65% من إجمال السكان الذي عددهم حوالي 22 مليون نسمة وتبقى نسبة 35% موزع على أقسام السطح الأخرى إذ تتركز السكان في المطقة السهل الرسوبي والسهول الجبلية والوديان الفسيحة علل ليش؟ لأن هذه التضاريس من حيث طبيعة شكل السطح تعد بيئة مناسبة للاستقرار الإنسان وممارسة نشاطاته المتنوعة يعني لاحظنا أنه تأثير التضاريس أنه 65% وين في المنطقة سهل الرسوبي؟ وأيضا تشتركوا يا ياهو المنطقة الجبلية وين؟ بالوديان الفسيحة يعني مو المنطقة الوعرة أو الجبال القوية وإنما شنو مناطق السهول الموجودة بيها وهذا تعليل قلنا ليش؟ لأنه التضاريس من حيث طبيعة شكل السطح تعد بيئة مناسبة لاستقرار الإنسان وممارسة نشاطة المتنوعة بعد ما هو تأثير المناخ؟ لم يقل للمناخ دور مباشر في توزيع السكان في العراق حلل أو فراق بل كان الدور علما للموارد المائية بسبب سيادة المناخ الدافئ والجاف في معظم مساحة العراق ولا يظهر تباين كبير في درجات الحرارة بل في سقوط الأمطار حيث تصل 800 مليم في المنطقة الجبلية وتقول كلما اتجهنا جنوب وانتصل إلى 200 مليم في جنوب العراق و50 مليم في منطقة الهضبة الغربية إذن ملخص المناخ انه ما لا تأثير مباشر ليش؟ لأنه التأثير كان للموارد المائية ليش؟ بسبب سيادة المناخ الدافئ الجاف لأنه قلت الأمطار تقريبا وإن كانت موجودة فهي مغذية للموارد المائية فلذلك اتحدد سكان العراق وتوزيعه متأثرا بالموارد المائية أكثر من المناخ أين تلاحظ تأثير الموارد المائية؟ سؤال آخر يعني شنو دليلك على أنه الموارد المائية أيضا تؤثر في توزيع السكان بالعراق؟ لا يستطيع الإنسان أن يبني مستقراته التي يعيش فيها إلا بالقرب من مصادر المياه لذلك ارتبط سكان السهل الرسوبة بضفاف دجلة والفرات هذا الدليل أو هذا هنا تتأكد أنه تأثير الموارد المائية في توزيع سكان العراق أو هذا المثال الذي يجيبه والروافد التي تصف فيها والمتفرعة منها كما ارتبط السكان لمنطقة الجبلية بالعيون والينابيع لذلك نستطيع القول أن التوزيع الجغرافي لموارد المائية رسم خريطة توزيع السكان يعني بصورة مباشرة عليما نعتمد سكان العراق بالتوزيع على الموارد المائية أكثر من بقية العوامل الأخرى عندك بعد سؤال كيف تؤثر التربة على توزيع السكان في العراق نلاحظ أو أن التربة الرسوبية الخصبة هي من أهم أسباب تركز السكان وتباين كثافتهم من جهة إلى أخرى وبفعل تدور التربة وارتفاع البلوحة فيها أدى إلى هجرة السكان من الريف في المناطق الوسطى والجنوبية من العراق إلى المدن يعني هذا دليل على أنه تأثير التربة أنه تركزت في وسط وجنوب العراق لتوفر أو وجود تربة رسوبية ولكن لما ارتفعت بها نسبة الأملاح فشلو تأثرت هذه المناطق بالهجرة من الريف إلى المدينة أعطي مثال على تأثير الموارد المعدنية على توزيع السكان في العراق هناك أن أهم شجع اكتشاف الموارد المعدنية على ظهور المستقرات البشرية حولها أو قريب منها مثال على ذلك تطور مدينة كاركوك الذي اقترنا بظهور آبار النفط يعني مثال على الموارد المعدنية وتأثيرها هي كاركوك لمدينة كانت ما بها عدد سكان العالب بس لما اكتشفوا بها النفط والعواب المعدنية الأخرى أدى إلى شنو جعلها أهم المستقرات البشرية ما هي أهم من الظواهر البشرية المؤثرة على توزيع السكان هنا أهم هذه الظواهر البشرية شلو حتشيناها الطبيعية يعني نفسها الموارد المائية المناخ السكان نفس اخذناها بداية الموضوع ولكن هنا بالتحديد دراسة تطبيقية على العراق هي أهم هذه الظواهر هي تنوع الأنشطة الاقتصادية بشكل عام اتساع النشاط الصناعي والخدمي بشكل خاص دورة كبيرة في تنامي المدن والتسارع الزيادة في حجم السكان مما سبب ظهور تكتلات حضرية كبيرة مثل بغداد العاصمة أو الموصلة أو البصرة كما أن النقطة الثانية للعامل التاريخ والديني أثر أيضا فعلى سبيل الموصل سبيل المثال الموصل وريثة التاريخ لعاشور وبغداد لمدينة المنصور والحلة وريثة بابل فهذا التطور التاريخي أيضا يأثر على المدن والتوزيح نمو السكان إلى ماذا يشير نمو السكان في العراق يشير إلى ارتفاع المتوسط السنوي لنمو السكان خلال السنوات الأخيرة سؤال ما هي الحقائق التي تشير إلى ارتفاع المتوسط السنوي لنمو السكان هذا الحقيقة الأولى تتعلق بالتطور الاجتماعي والاقتصادي وذين نجاياته هوايب الوزاري الذي حصر في البلاد ويمكن أن نشير له من خلال ارتفاع نسمة السكان الحضر الحقيقة الأولى تتعلق بالتطور الاقتصادي وشلون عرفة أو هذا نشير له من خلال ارتفاع نسمة ارتفاع سكان الحضر الحقيقة الثانية تتعلق بأن الزيادة السكانية هي الأخرى تسبب في زيادة السكان أي نمو السكان بطريقة الربح المركب يعني الزيادة السكانية تحقق زيادة سكانية أخرى كل ما يزداد عدد السكان زاد 10% راح بعدين يسود أكثر من 10% ليش لأن هذه العشرة بالمئة راح تكون عامل زيادة أخرى بعملية الربح المركب زياد عدنا بماذا يقدر السنوي تقدير السنوي الولادات والوفيات بالعراق تقدر الولادات بـ 34 تسعة بالعشرة بالألف ما بين خمسة وتسعين إلى ألفين ويقدر معدل الوفيات في نفس المدة خمسة بوينت سبعة بالألف وهذا يعني أن المعدل السنوي لنمو السكان الطبيعي هو تسعة وعشرين بوينت اثنيا بالألف وهذا المعدل يقل قليلا عن ثلاثة بوينت صفر ويعني ثلاثة بالمئة المعدل السنوي صفر بوينت ثلاثة المعدل السنوي لنمو السكان وهذا طبعا ينطبق مع شنو مع الدول النامية نمو الدول النامية عندنا بعد هنا سؤال يقول إلى ماذا يشير الهرم السكان في العراق بتعداد السبعة وتسعين ماذا لاحظنا على الهرم السكاني أولا قاعدته عريضة تشير إلى ارتفاع المعدل السنوي للمواليد اثنيا قمة مدببة صغيرة للسكان عن عمر 65 سنة فأكثر يعني شنو يعني اللاحظ أنه الهرم السكاني اللي يتمثل بالعراق هو شنو الفتي بيين من خصاصة السلحة جيداني تتفوق أعداد الذكور على أعداد الأناث من الفئة أقل من سنة إلى أربع سنين وإلى 15 إلى 19 عام ليش هذا التفوق يتفق مع الطبيعة الديموغرافية لكافة المجتمعات في العالم تقريبا هذا تعليل مهم لأنه كافة المجتمعات يعني هي شي هاي المجتمعات هي شنو تزداد بهذه النسبة أعداد الذكور على أعداد الأناث زيان أربعة تتفوق الذكور تتفوق الأناث على الذكور في الفئة 60 إلى 64 عاما والفئة 85 عاما فأكثر يعني هاي الأعمار هذا التفوق هذا التعليل هذا التفوق يتفق مع الطبيعة الديموغرافية لكافة المجتمعات في العالم حيث ترتفع معدل وفيات الذكور على النشاط على الأناث في مثل هذه الأعمار دائما كبار السن يتوفون الرجال أكثر طبعا هاي عملية ديموغرافية يعني أو يعني ما شئ بكل المجتمعات ليش لأنه دائما الرجل يعمل ويتعرض للخطر ويتعرض للحوادث وغيرها فلذلك يكون عرضة للوفاة قبل أو أكثر من النساء بعد تتفوق أعداد الأناث على أعداد الذكور ما بين فئة 20 إلى 25 عام والفئة 45 إلى 49 لأن هذه الفئة الداخلة في الخدمة العسكرية واشتركت بالحرب والتي اندلعت بالعراق بين العراق وجيرانه إيران مما زاد من أعداد الوفيات في هذه الفئة العمرية هذه أيضا الفئة العمرية تزداد بها نسبة الأناث على الذكور بسبب الحروب ستة تبلغ نسبة النوع والتي تقاس بعدد الذكور لكل مئة أمرأة 99 يعني هاي النسبة بين قياس نسبة الرجال للنساء وهذا النسبة دون النسبة العالمية لترى عادة ما بين 100 إلى 105 ليش من خفضة ولعل هذا النقص يعود الحروب لأنه عدد النساء يعني بالعراق المئة كل مئة رجل 105 أمرأة وهذا اليش المختلف عن بقية دول العالم وهذا النقص يعود إلى الحروب التي عانى منها العراق منذ عام 1980 يعني بسبب الحروب التي تأخذ دائما الشباب للحرب أو للخدمة الإلزامية فلذلك اختلف هذا عن بقية دول العالم زيانا سؤال ماذا نقصد بالتوزيع البيئي ولماذا هو مهم يقصد به تقسيم السكان ما بين الحضر والريف هذا شنو هذا التوزيع البيئي لماذا هو مهم أو علل لأن هذا التوزيع يكشف طبيعة توزيع السكان على الأنشطة الاقتصادية فإن غالبية السكان الريف يمارسون الزراعة وتربية الحيوالات بينما يمارس السكان الحضر بين قوسيا المدن النشاطات الاقتصادية الأخرى من صناعة والتجارة وغيرها يعني إحنا إذا قلنا نسبة الحضر أكثر من الريف معناها اللي يشتغلون بالصناعة أكثر من الزراعة ليش لأنه هنا طبيعة التوزيع السكان الأنشطة الاقتصادية غالبية الريف يمارسون الزراعة وتربية الحيوالات بينما شنو السكان الحضر يمارسون النشاطات الاقتصادية الأخرى من صناعة أو التجارة أو خدمات أو غيرها هنا وصلنا نهاية هذا الدرس ونهاية هذا الفصل هنا ملاحظة حل أسئلة الكتاب متروكة للطالب وهي بمثابة امتحان بالفصل علماً أن كل أجوبة الأسئلة موجودة من هذه الملزمة كلها تقدر تأخذها من الملزمة ولكن حلها بنفسك وركز عليها لأنه دائماً بالوزار يجيبون من عدها نتمنى التوفيق ونجاح لجميع الطلبة في أمان الله شكراً